اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان انا بصور كزا فيديو فبالتالي الكمية ديات بتعمل كزا فيديو معايا لكن انا هاخد منها في النهاية كمية بسيطة او حاجة بسيطة فقط علشان اعمل بها الشكل بتاعي او قلب السيليكون بتاعي بابدأ ان انا اقلب بالراحة وفي اتجاه واحد علشان اتجنف القعاط الهواء او البابلز او الميكرو بابلز وبعد كده بسيب مادة الرزن تهدى علشان تماما يبقى كده اول مرحلة خلصت معنا ندخل في المرحلة التانية اللي هي بعد كده يا جماعة بنشكل مادة الرزن بتاعتنا تشكيل مادة الرزن دي بقى على حسب زوقك على حسب اختيارك على حسب الفن اللي انت عايزه الشكل اللي انت عايزه انا اول حاجة جبت حاجة اسمها الهولوجرام ده الجليتر ده طحف جدا 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 في منه اشكال في منه الوان في يعني الوانه يعني اللون ده لون سلفر في منه كمان لون عامل شبهة طراب كده لون حلو برضو لون شبهة رماضي كده في لون اللي هو اللون الدهبي انا في فيديو النهاردة جبت لك اللون الفضي واللون الدهبي علشان احنا هنستخدم آآ قلب السيليكون اللي هو القلب النصين ناس كتير بتسألني عن القلب دوت هو متاح وموجود عندي سعره تقريبا ان 40 جنيه اللي هو القلب النصين الشكل ده يا جماعة ممكن يتعمل منه سلاسل مدليات دليات للناس الكابلز الناس المتجوزة الكلام ده كل فممكن تشتغل به وتشتريه بكل سهولة والقلب ده سهل وسلس جدا وصغير كده هو ده يا جماعة قلب القلب النصين عايز بقى تشكل تفدع تعمل اللي انت عايزه وميزة القلب ده ان القلب متخرى ومجاهز انت مش هتحتاج انك تخرم القطعة بتاعتك لكن القلب بيكون متخرى بابدأ دلوقتي ان انا اصب اللي هي الرزن اللي بيكون فيه الهولوجرام الفودي وكمان الدهبي والمفروض ان انا استنى 24 ساعة او 48 ساعة وبعد كده اشوف القلب بتاعي واشوف الشكل بتاعي ينشف ولا لأ وببدأ ان انا اخلعه من قلب السلك يبقى كده في فيديو النهاردة احنا عرفنا ازاي نستخدم الجليتر ده وتشكل به ازاي الناس اللي تقولك الجليتر بيرصب الجليتر باين قدامك هو استخدامه بالطريقة دي لكن له استخدامات تانية وافكار تانية انا هسكرها لك في فيديوهات كتيرة جاية ان شاء الله بعد 24 ساعة او 48 ساعة خلاص القطعة نشفت القلب نشف القلب النصين نشف وده يا جماعة الشكل النهائي الشكل تحف جدا 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 وده استخدامه مثلا بقى ومشارك بالدلية دلوقتي لان انا عملت فيديو قبل كده عن تركيب الدلية او السلسلة ويا جماعة الشكل المتاح قدامكم وانا كمان موفر جميع الادوات والخمات لكل الناس اللي محتاجاها واللي عايزها يتكلمني على رقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي بتمنى من كل الناس انها تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويا جماعة اهتموا باللايفات اللي بتنزل على القناة مهمة جدا 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 اشوفه فيديو جديد ان شاء الله